مفيش حد ما بيخطقش ولكن احنا اللي احنا بنقوله ان احنا الظروف اللي بيمر بيها النادي الاهلي ظروف صعبة جدا 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 ومتكررة كل سنة متكررة واللعيبة دول بني قدمين ما هو التركيز اكيد هيقل في فترة من الفترات بقى الاجهاد العالي شوية والضغط المباريات اللي احنا كل يومين مات لا اكيد هيحصل اخطاء لكن احنا بنقول ايه زودوا نسبة التركيز شوية موضوع التدوير اللي احنا بنقول عليه دي راجعة للمدير الفني راجعة للمدير الفني حتى بعض المراكز اللي هو بيلعب فيها شوية واحنا مختلفين معاه برضو دي بتاعة المدير الفني وهو اكيد لو فيه اخطاء بيتعلم منها وبيصحح بس احنا مش عايزين ايه الموضوع يطول شوية لان احنا طبعا احنا بنقول ايه دايما في مشوار الدوري مشوار الدوري طويل ومحتاج نفس طويل ولكن المؤجلات دي زي ان بقول لحضراتكم كنز بالنسبة لنا وفي نفس الوقت بسبب اللي بيحصل فينا عبء كبير جدا 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 حصل لنا كده من سنتين لو بتفتكروا حضراتكم وكان عندنا مؤجلات كتير والمؤجلات للأسف كانت سبب في خسارة الدوري بجانب بعض الظروف الخارجية اللي كان ساعتها احد عواملها التحكيم لو تفتكروا حضراتكم من سنتين مش هنتكلم مش هنرجع تاني احنا خلينا في اللي احنا فيه دلوقتي خلينا في اللي احنا فيه دلوقتي